اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في هذه الليلة يكون معنا الأخ الحبيب الدكتور محب نصيف خادم الإنجيل أهلا بك من رحب بك معنا أهلا بك أخ جر وعزائي المشاهدين هذه الحلقة زي ما حضرتكم شايفين على الشاشة تكون بعنوان لماذا ينتحن الله المؤمنين بنتمنى وبنصلي أنه الرب يدينا وقت مبارك من عنده ويكون هذه الحلقة سبب بركة لكثيرين واستجابة لصلاوات كثيرين من السادة المشاهدين أخ محب في البداية لو ممكن تكون بتدفعنا بكلمة صلاة من فضلك يا رب احنا بنشكرك من كل القلب ونعزمك لأن أفكارك صالحة من نحونا على الدوام وتريد لنا ملء البركة وفيض التقدم في حياتنا الروحية دخولا إلى العمق في الشركة معك لنعرفك بشكل أفضل ونخطو معك يا رب في اختبارات أفضل وتستخدمنا بشكل أكبر لمجد اسمة العظيم يا رب احنا بنحط الحلقة بين إيديك والنفوس المشاهدة بين إيديك اوصل لكل نفس يا رب وقدم رسالة حية فعالة نافعة منهضة مشجعة لكل النفوس اللي بتشاهد هذه الحلقة إكراما لإسمك يا رب لك كل الحمد أعزائي المشاهدين مرة تاني بنرحب بيكم معنا وبنصلي أن تكون هذه الحلقة سبب بركة لحياتنا جميعا أخي محب في البداية أنا أريد أن أسأل حضر لك سؤال هو عنوان الحلقة بتاعتنا لماذا يمتحن الله المؤمنين يا ريت لو تديني فكرة عن ليه ليه الله بيمتحن المؤمنين ما فيه شك إن إحنا كلنا أولاد الله وتلاميذ في مدرست الله من يوم ما اتعرفنا بالرب وقبلنا المسيح مخلص شخصي لنا وعشان نكبر في علاقتنا بالرب وعشان نتقدم في حياتنا الروحية وفي تكريسنا وفي اختباراتنا واستخدام الرب لنا لازم نكتاز في امتحانات مدرست الله بنتعلم فيها بس كل شوية الرب يجيز المؤمن في امتحان عشان ينقله نقلة إلى المستوى الأفضل وكلنا بنعد في هذه الامتحانات ولا شك إن الامتحانات ليها رهبتها مهما كان الطالب مذاكر كويس ومتمكن كويس لكن وهو بيجتاز الامتحان بيحس بالضعف والصغر والضقالة والاحتياج إلى المعونة علشان يعدي في هذا الامتحان بنجاح ما عايز أقول إن الصغير ليه دروسه وامتحاناته والكبير ليه دروسه وامتحاناته الشاطر ليه دروسه وامتحاناته والبليد ليه دروسه وامتحاناته والحلو في الموضوع إن الله هو اللي بيعلمنا والله لا يمكن يفشل مع أي واحد فينا ممكن ناخد وقت أطول وممكن نحتاج إلى معاملات أكتر لكن في النهاية هيطلع كل واحد فينا إناء للكرامة مقدس نافع مستعد لكل عمل صالح وعاء سر الفخاري أن يصنعه بهذا الشكل يظهر روعة فن الفخاري مجد نعمة الفخاري أمين أخو حب لما بيقول الكتاب أنه أمين هو الله الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون هل ممكن نقول أنه مثلا في الامتحانات برضو يعني زي ما حضرتك أشرت أنه لا يمكن مثلا واحد يكون في دراسات عليا ويددوله امتحانات بتاعة قولة ابتدائي أو تانية ابتدائي ولا يمكن العكس بالظبط يعني إيه رأي حضرتك في الكلام هذا؟ بالظبط كده وعادة الله بيكون مالي إيده من الشخص اللي بيجيزه في الامتحان قبل ما يدخل الامتحان يعني مثلا إبراهيم مش كل المؤمنين زي إبراهيم بس الرب عارف إبراهيم عبر السنين ولما قدم له الامتحان الصعب جدا كان عارف النتيجة قبل ما يحط الامتحان ولولا أنه ضامن هذه النتيجة لولا أنه سمح لإبراهيم بهذا الامتحان الله لا يدعنا نجرب هذه حقيقة وهو بيعطي مع التجربة المنفذ علشان نقدر نحتمل حضرتك ذكرت إبراهيم ولما نيجي نتكلم عن امتحانات الإيمان وأن الله بيمتحن المؤمنين يعني ما نقدرش ما نتكلمش عن إبراهيم لأنه أبو المؤمنين ومر في امتحانات كثيرة زي ما حنشوف اللادي وبنعمة الرب إذا تقنى الرب في نجيء وبكرة إن شاء الله في البداية عايز أسأل حضرتك مين هو إبراهيم؟ مين هو شخصية إبراهيم؟ نعرف السادة المشاهدين إبراهيم كان شخص بيعيش في مدينة اسمها أور الكلدانين في جنوب العراق المدينة دي كانت مدينة حضرية جدا ومعنى كلمة أور نور مدينة متلقلئة بأنوارها العالمية بس بالأسف الشديد كانت مدينة بتغرق في الوثنين وإبراهيم ما كانش أكتر من أنه شخص ينتمي لعائلة وثنين ما فيوش أي ميزة خاصة تحرك الله نحوه شخص هو مش أكبر إخواته ولا أصغر إخواته هو في النص أبوه اسمه تارح وعنده ثلاث أولاد إبراهيم هو الوسطاني اللي فيه كلهم وسنين والبلد كلها وسنين لكن الله تحرك من مطلق نعمته وطبقا لقصده الصالح عيناه تجولان في كل الأرض عينه استقرت على هذا الشخص قدم له دعوة ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو ساكن فيما بين النهرين في قور الكلداني ظهر له من المجد ظهر له بنور أفضل من لمعاني الشمس ودعاه وقال له أخرج أخرج من أرضك من عشرتك من بيت أبيك إلى الأرض التي أريدك والله اللي ظهر لأبرام ودعاه هو اللي ظهر لشاول الترسوسي بعد ألفين سنة أو أكتر هو رايح دمشق علشان مع رسائل وأمر ضبطية وأنه بيقبض على المسيحيين ويرميهم في السجون يقودهم إلى السجون وإلى القتل رب ظهر له وقال له شاول شاول لماذا تبطهدني يقول أبرق حولي نور من السماء نور أفضل من لمعاني الشمس وفي غلط يا واحد يقول لما صر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته الله العظيم ده فكر في واحد زيي أنا كنت وحش جدا سواء شاول أو إبراهيم إله المجد اتقابل معاه وجه ليه دعوة عايز أقول أنه إله المجد ده لا زال بيوجه الدعوة لكل النفوس إنه يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون بيوجه دعوة محبة نداء محبة للكل المشكلة إن الإنسان بيرفض الدعوة وبيرفض الداعي مع إنه بيدعو إلى المجد بيدعو دعوة مقدسة دعوة سماوية دعوة عليا دعوة كريمة جدا لأنه هو كريم جدا ومش عايز من الإنسان ولا حاجة غير إنه يلبي النداء ويلبي الدعوة مشكلة الإنسان إنه بيرفض في أمثال واحد يقول دعوت فأبيتم ومددت يدي وليس من يبال الله بيقدم الدعوة مرارا كثيرة جدا طول حياة الإنسان وهو بيتوسل إليه تعالى يا حبيبي ستجد كل ما يسرك المحبة أعدت ما لا يوصف ليك بس تعالى وليك مكان لكن بالأسف الإنسان بيرفض هذه الدعوة لكن إبراهيم نفسه قبل الدعوة وده كان نعمة كبيرة من جانب الله وإيمان من جانب إبراهيم فلما ظهر له حسني من أنا يا سيدي حتى تلتفت إلى واحد زيه أنا ما عرفكش أنا ما دورتش عليك بس أنت دورت علي أنت شخص عظيم جدا إله المجد وظهر له من مجد الوطن السماوي المدينة التي لها الأساسات فبص على أور اللي كان عايش فيها واللي معناها نور وجد أن النور الذي فيها ظلاما بالقياس مع النور الإلهي الذي ظهر له ما قدرش يقاوم هذه الدعوة وهذا الداعي فخرج لكن يلفت نظرنا أنه كان هذا الامتحان امتحان للعواطف الطبيعية والروبط الطبيعي أنا هسيب أرضي هو الرب قال له إيه أخرج من أرضك من عشرتك من بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فخرج وهو لا يعلم إلى أين يعدك كان صعب ولا شك وهي دي الامتحانات صعب أن أنا أسيب اللي في إيدي أنا محدش زعلني أنا ما حصلت ليش مشكلة أنا مش هروح أعمل لجوء لأنه مضطهد في أور الكل داني وهروح بلاد ما عرفش فيها أحد صعب أنا أرضي هنا أنا عندي انتماء للأرض للأهل للعشيرة للأصدقاء للحبايب لكل الناس أنا شخص عاطفي إن أنا أسيب كل دول وأقول لهم وداعا ما أنا مش أرجع تاني يعني مش أشوفكم تاني كان امتحانا صعبا لكن نجح في هذا الامتحان امتحان العواطف الطبيعية والروبط الطبيعي نفس الوقت كان امتحان للإيمان لأنه خرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي يعني أخرج ما قالوش إلى أرض كنعان ما قالوش إلى الأرض التي تفيض لبنا وعسلا ما قالوش حتى في أول مرة إلى الأرض التي سترثها لكن إلى الأرض التي أريك وثابه من حقك تطيع وتخرب وإذا أنت مش عجبك ومش عايزتي يجي فيل فري أنت حق بلس بس إبراهيم نجح في أنه يخرب بالإيمان وليس بالعين ما شافش حاجة ولا سمع تفاصيل أموالي هو صار وراء شخص يعلم حتى لو هو شخصيا لا يعلم والإيمان في أبسط معني إن أنا بستأمن الله على حاضري ومستقبلي مستقبلي في يدك مؤمن لي عندك على الآتي أشكرك ففيك ثقت أنا متطمن لك أنا مرتاح لك أنا واثق فيك وياللي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل هذا هو الإيمان وده اللي ظهر في إبراهيم من أول يوم فخرج ولم يفكر في الرجوع لأنه بيستأمن الله مش معقولة هتعمل حاجة تطلع وحش أنت عظيم بهذا الشكل أنت فكرت فيه أنت بتحب لي أنت قصد لي خير فأنا متطمن لك أنا مرتاح لك أنا بسلم كل أموري بين إيديك أنا خاف من نفسي لكن ما خافش منك هذا هو الامتحاني الأول أخي محيبة طب خلينا أقرأ لحضرتك اللي جاي في سفر التكوين أصحاح 22 بداية من عدد واحد وعدد اثنين وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له يا إبراهيم فقال هأنزا فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إصحاق وازهب إلى أرض المرية وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك أخي محيبة ده لما نتكلم عن إبراهيم زي ما حضرتك تفضلت يعني هو مر بامتحانات زي ما حضرتك قلت أنه مر بكذا امتحان على مدار رحلته أخي محيبة ديتنا فكرة عن الامتحان الأول هل فيه امتحانات تاني كان مر بيها إبراهيم فيه يقينا أنه عدى في سلسلة امتحانات آخرها هو اللي حضرتك تفضلت وقريت الجزء بتاع تكوين 22 دواء ده كان آخر يعني خلينا سميه امتحان الدكتوراه آخر قمة ممكن يصل إليها إنسان بعد رحلة طويلة ومشوار طويل جدا مع الله وصل إلى مستوى راقي جدا وعشان كده الله قدمله أصعب امتحان ده كان الامتحان الأخير لكن هو فعلا عدى في امتحانات تاني بعد ما نجح في الامتحان الأول طالما نجح ده حاجة تبشر بالخير وهو تلميز متفوق من أول يوم احنا مش كلنا زي إبراهيم نتمنى أن متكلم أو مشاهدين ومستمعين متعلم من حياة هذا الرجل لأنه بطل من أبطال الإيمان دخل في امتحان بعد امتحان اتعاصر حمل أحزانا فوق أحزان معظم المرات كان بينجح بتفوق لكن ربما مرتين من سبع امتحانات اللي فشل طب أخي محبي يعني يعني بالنسبة للسادة المشاهدين اللي بيشاهدونا يعني إذا واحد حس أني الله بيمتحانه يعني إزاي يقدر يميز أنه ده امتحان من الله أو زي زي باقي البشر يعني أنا مثلا بتمر بي زروف صعبة مثلا طب أنا ده هل ده الله سامح بهذه التجربة في حياتي ولا ده صوت من الله يعني إزاي التمييز ما بين الاتنين للسادة المشاهدين جميل السؤال ده فعلا مهم جدا وعايز أقول أنه ليس كل تجربة بمر بيها هي امتحان مباشر من الله ففي تجارب كتير بعد فيها أبقى أنا السبب فيها مش الله مقدرش أنسيبها إلى الله وفي رسالة عقوب بيميز ما بين نوعين من التجارب لا يقول أحد إذا جرب أني أجرب من قبل الله لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد بالشرور لكن الإنسان يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته يعني المتاعب اللي عد فيها يعقوب والمتاعب اللي عد فيها داود كانت كلها زرع وحصاد لأخطاء شخصية هو عد فيها إنما إبراهيم كان واضح جدا وده وارد مع بعض المؤمنين طبعا أنه شخص ماشي في أمان وسلام شخص ماشي في الخطة الإلهية في المشيئة الإلهية شخص بيحب الرب وفي علاقة بالرب وشركة مع الرب هذا الشخص رب عايز يرقيه لمستوى أفضل ينقيه ليأتي بثمر أكثر فيجيزه في هذه الامتحان لكن أخ محب يعني أحياناً بتبين لنا إحنا كمؤمنين إنه زي ما بتقول الترنيمة أمور الله عجيبة يعني فيه أشياء كتيرة إحنا يعني الله سعد يعني هو بيتصرف معنا إحنا بنبقى مستعجبين هل يعني هو فيه سؤالين يعني هل الله أولاً مطالب إنه يوضح لنا أو يشرح لنا ليه أنا بعمل كده يعني هل ده الله فيه ناس بتنتظر من الله ليه عملت كده ليه سمحت بكده هل يعني تقدر توضح لنا النقطة دي في رمي 11 يقول لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيراً فيه شك إن الله عظيم جداً وعالي جداً ولا يمكن استقصاء كل طرقه ومعاملاته وهو لا يعطي تفسيراً مباشراً لكل ما يعمله معنا هو عارف هو بيعمل إيه وعنده الحكمة في إمتى وليه هو ما بيغلطش ولا بيعمل حاجة عشوائي لكن هو بيخطط وهو فاهم شغله كويس قوي ولا يمكن يغلط وشايف النهاية وشايف النهاية من البداية إنما مش مطالب إنه هو يفسر لي كل حاجة بيعملها وده اللي نقراف سفر أيوب لما أليه بيقول لأيوب هو ذا الله أعظم من الإنسان فلماذا تخاصمه لأن كل أموره لا يجاوب عنه هو فوق مستوى الإحاطة ما ينفعش أجي أقول له ليه عملت كده ليه عملت كده لأنه هو ده الصح وهو شايف حكمته الصرمدية العالية جداً اللي لا يمكن استقصائها رأت ذلك ورأت ذلك للخير الوفير أنا مش فاهمه النهار ده بس ممكن يقولي ستفهم فيما بعد هو مش ضدنا هو في صفنا هو يعمل دوماً لخيرنا ولراحة الفؤاد بلا شك يعني صح أمور الله عجيبة وأحياناً محيرة وصادمة وأنا لازم أتوقع أنه هو مش زيه لأ هو كبير هو بيعمل حاجات ممكن أفهم جزء صغير الحاجات الأكتر ما أفهمهاش في وقتها لكن بعد فترات أقدر أفهم بعض الأشياء وتبقى أشياء أخرى بغير جواب لغاية ما نوصل السماء وفي ضوء الأبدية أفهم ما لم أفهمه في الزمان وأعظم حكمته وأركع واسجد وأبوس إيده وأقول له يا رب ما أعظم أعمالك كلها بحكمة صناعة ما كنتش فهمك ساب علي منك بس أنت كنت رائع في كل ما فعل تخرج من الآكل بكلا ومن الجافي حلال أخي محب لما حضرتك كلمت من شوي عن أنه إبراهيم كان قاعد زي ما بنقول هنا الكمفورت زون كل واحد بيحب اللي هو المكان المريح بالنسبة له وتيجي الدعوة لي أنه يخرج من هذا المكان إلى أرض ياريت حتى هو عارف رايح فيه لكن إلى أرض مش عارف هو عارف رايح فيه بالذب يعني إزاي إزاي الإنسان إزاي المشاهد الكريم يكون بيحط هذا الكلام في المجال العملي أو فيه إزاي يعيش هذا الكلام بكل بساطة بشوف أنه الإيمان معناه أن أستأمن الله وأسلم لي أثق فيه أثق فيه أطمئن لي بنفكر في أولادنا وبنحاول نخطط ليهم وندبر ليهم أحسن مصار فيجب أني أثق فالله أكتر ما أثق في نفسي واطمئن لأنه بيعمل أحسن حاجة حتى لو ما فهمتهوش النهاردة هفهمه بكرة وهو يقينا تخطيطه رائع لحياتنا ولا يمكن ألا أمين أخي محاب طيب هل إبراهيم تعلم الدرس يعني هل إبراهيم يعني كده زي ما نقول فهم فهم الدرس ماشي إزاي فهم أمور الله كده في البداية بالتأكيد أنه ما فهمش كل حاجة في البداية زينا كلنا يعني هو إبراهيم ما هواش يعني شخص هبط من السماء لا ده راجل جاي من خلفية وسنية ولأول مرة يعني تاريخه مع الله لسه جديد فنتوقع أنه هو بيفهم حاجات ولكن في حاجات برضه تفلت منه ومايفهمهاش كويس فعلى سبيل المثال وده الامتحان التاني خلينا نخطي معاه بالضبط أنه هو دخل إلى أرض كنعان عارف سافر كم كيلو علشان يوصل إلى أرض كنعان من أور الكلدانيين لغاية ما وصل إلى أرض كنعان 1600 كيلو وهو لا يعلم إلى أين يأتي خدت أديه وقت كتير أوي أوي من أور الكلدانيين إلى حاران 800 كيلو وعدين استقرر شوية في حاران خمس سنين ولما مات أبوه كمل الرحلة إلى أرض كنعان كمان 800 كيلو 1600 كيلو وصل إلى أرض كنعان ورب ظهر له ورب شجعه ورب رحب به وهو كان فرحان جداً ورب اديه له مواعيد وهو بنى مسبح للرب الذي ظهر له ونصب خيمته كغريب ومسافر وعابر أنا لست إلا غريباً هنا قلبه متعلق بالوطن السماوي الوطن الأفضل لكن ولا شك أنه لما وصل إلى مكان اسمه بيت إيل واستقر هناك ورب ظهر له في هذا المكان والرب شجعه في هذا وهو دعا باسم الرب وأقام شهادة لرب وسط الناس الوسانيين دول كان شيئاً حلوة جداً وبداية حلوة جداً مشرقة كنا نتمنى طبعاً أنه يفضل في المكان ده لكن بالأسف هو ارتحل عن المكان اللي رب عايزه فيه ارتحل ارتحالاً متوالياً نحو الجنون الجسد اللي فينا أو الطبيعة البشرية تميل إلى التغيير ويعني خلاص أنا عرفت بيت إيل وعرفت المكان ده وأنا عايزة استكشف حاجات تاني شوف الدنيا فيها إيه أخوض تجارب تاني فارتحل ارتحالاً متوالياً كأنه شخص مؤمن بقى خلينا نطبق ده علينا حين واحد سمح لنفسه ببعض التجاوزات هو مؤمن بس عايزة جرب اللي الناس بتجربه في العالم عايزة جرب خطية معينة عايزة جرب يعني حاجات بسمع عنها بشوفها بتفرج عليها أحياناً أنا كمان عايزة أخوض تجارب وبعدين يعني أنا مش هطول في القصة دي أنا هرجع على طول إلى المكان اللي الرب عايزني أكون فيه بس أخوض تجربة بيبقى خايف في الأول الأحسن ما تتسترش والأحسن يتعرض لمصيبة لكن أحياناً الرب بيستورها معاك وهو ما يفهمش ويفكر إنه مدام عدت بسلام يبقى إيه المانع إن أنا أبعض أكتر ويجرب حاجة كلمة وارتحي الارتحال متوالي نحو أجنون وهي بتتستر يعني هو كل اللي عمل خطيئة كل اللي مشي في سكة غلط شوية مات ما عدش بيموت والشيطان قالها الأدم زمان وحوى لن تموتها نفس الفكرة أعملها واتخبش وهي تتستر وقد تتستر فعلا فيتقوى الضمير أكتر ويصبح أمر زهيد في عينيه إنه يعمل الشر في عيني الرب الرب بقى بيضيق علينا لكي نشعر لما يحس بالخطر أنت ما يشيف سكة غلط وأنا عايزة صحح مسارك البار فيه طريق الانحضار حضار أمامك خطر فجه امتحان الجوع لأول مرة في الكتاب المؤدس كله نقر عن جوع حصل ليه يحصل الجوع يا رب ده أرض بطفيد لبن وعسل الجوع ترسالة تحذيرية من الرب يا حبيبي دور ورجع على بيت إيه وكان سهل عليه إنه هو يدور ويرجع ولو خد وعاطة مع الرب في حاجة غلط أنت بتحمل رسالة أتمنى أن كل المشاهدين يتعلموا الدرسة لما الرب يضيقها عليك في حاجة لما تحصل لي مشكلة مشكلة اقتصادية مشكلة عائلية مشكلة صحية يعرف إنه ده رسالة من الله الله عايز يقول لك حاجة فيه حاجة أول حاجة تفكر فيها يا رب أنت عايز تقول لي إيه بس بكل بساطة يوسدقني الرب صالح ورب هيكشف وهتسمع الإجابة وهتسمع الإجابة هيعرف يوصل لمستويه ضعيف أنا فهمي على قدي أنا بطيء أنا طفل في الإيمان أنا مش متعلم كتير معرفش في الكتاب كتير الرب يعرف يوصل لدول ويعرف يوصل ليهم الصوت ورسالة الوطحة فاللي حصل إنه هو بكل بساطة ارتحل ارتحال متوالي نحو الجنود حصل الجوع بدل ما يسأل الرب يا رب أنت زعلان مني أنا مشيت في السكة غلط أنت عايزني أرجع بيتقيل هرجع بيتقيل خلاص سمحني وهدور وأرجع أذكر من أين سقطت وتوب السهوب دل ما يعمل كده قدام امتحان الجوع الشيطان لمع قدامه أرض مصر إنه كان قرب عليه هو بيرتحل جنوبا يعني نازل على مصر ارتحال جنوب يعني للسادة مش هدين معناه إنه بيننزل بننزل جنوبا بينحدر نحو الجنوب يعني بيقرب جغرافيا من مصر امتحالا جنوبا مصر بقى ما فيها شجوع مصر فيها شبع ومصر في كتاب المؤدس رمز للعالم اللي ممكن يسدد يسدد بعض الاحتياجات ولكن زي ما بيقول المرنم مش ممكن يشبعني العالم حتى ولو حققت الباطل باطل فاني فاني وقبض الريح لكن ربي بيغني حياتي هو ده بقى اللي ما اتعلموش ابراهيم في الأول اتعلموه في الآخر قال لك كلها بلاد ربنا يعني هو بس ربنا في بيت قيد ما أكيد ألاقي ربنا برضو في مصر وسط العالم بإغراءاته بريقه جذبياته شهواته وضغوطه مشاكله العالم متعد فهو استسهل المشوار بدال ما أتوب وافحص نفسي واشوف الرب عايز مني إيه هكلها بلاد ربنا أنا حل المشكلة حل المشكلة بمشكلة رح نزل إلى مقصورة اللي مؤمن بقى أحب العالم الحاضر وراح في طيار وانغمس في العالم تحلت مشكلة الجوع بس خلقتله مشاكل أصعب من الجوع بكتير ويا ما ده بيحصل عشان كده هو ده كان أول فشل في حياة إبراهيم وصدقني عايزة أقولك يعني إن كان إبراهيم فشل ما كلنا بنفشل طبعا بس حلو أني أتعلم من فشل ومن أخطائي عشان ما قررش هذه الأخطاء مرة تانية أخ محاب يعني لما نتكلم على إنه المؤمن بينحضر في يعني إذا إذا شعر إنه ليه لا ليه ما أجربش هذا وغيري بيعملها وعاد يعني مشيت معاه زي ما بنقول وكده يعني فين ده من إنه الإنسان بيدعى مؤمنا يعني أصدي يعني حضرتك إزاي الواحد يكون بيتبرهم بإيمانك إن أنت في وقت التجارب إذا قلنا كلمة تجارب فإنت متمسك بإيمان معين ولا هو بس كلام يعني كلامك مزبوط 100% بس هناك العنصر الإنساني اللي بيفشل إحنا معرضين محاطين بالضعف قابلين للسقوط ما لم نستند على نعمة الله اللي تحفظني أنا لازم أحس بكل يوم إن أنا إنسان ضعيف محتاج إلى المعونة والتعديد الإلهي اللي يسندني ويحفظني كن لنفسي حافظا إني ضعيف يا معين أعيش بهذا الفكر ما قدرش أستقل عنك يا رب وإذا أنا مبارح كنت كويس روحيا ده ما يضمن ليش إن أنا نهاردة هكون كويس روحيا أنا محتاج جدا يوميا أني أكون في شركة مع الرب مستند على نعمة القدير وعلى ذراع القدير الحافظة حاسس بضعفي من هذه الطالعة من البريد مستندة على حبيبها لأنها هي ضعيفة أنا ما قدرش أعيش من غيرك ما قدرش أستغنى عنك ولا أستقل عنك يا رب السقوط قريب جدا مني لو أنا سبتك أو تحولت عنك والرب يسمح أحيانا للمؤمن إنه يسقط علشان يتعلم درس ما تعلمهوش في الوسع هيتعلمه في الضيق السقوط مكلف مش ببلاش السقوط مكلف وممكن يقترن بدموع وبخسائر وبين الواحد اتعصر وتكسر في حاجة بس المرة دي أنا السبب فيها حرمت تبت مش هعمل كده تاني وفاكر إن أنا اتقدبت في المكان ده واخسرت حاجات كثير في المكان فبتعلم طبق أخ محب لما نيجي نتكلم عن يعني أنا عايزة أقول لحضرتك فكرة وصحح لي الإنسان اللي الله أو المؤمن اللي الله بيحطه في امتحانات مختلفة مش معاي حضرتك إنه إذا عنده إنه نجاحه في هذه الامتحانات مش هو بيكون بركة لبيته لدائرة بيته ولأصحابه ولأهله ويمكن لكل الناس اللي بتسمع عنه يعني لو حضرتك توضح لنا الفكرة دي بكل يقين على قد ما إنه الفشل بيؤثر على الشخص وعلى اللي حواليه فالنجاح أيضا بيكون بركة للشخص وبركة للي حواليه بكل تأكيد وده إحنا بنشوفه كتير يعني أديك مثل تاني مثلا واحد اسمه ألي مالك في سفر الرعوز الرجل ده خد قرار هجرة برضو وراح إلى بلاد مؤاب هو ومرأته وابناه مراته اسمه نعمي ولديه محلون وكليون خد القرار ده دون الرجوع إلى الرب وكان القرار غلط كانت النتيجة أنه جلب الضمار مش بس على نفسه لكن على الأسرة فماتوا الولدين ومراته اترملت وفقدت ابنيها وكانت مأساة نتيجة أنه هو مش في سكة غلط طب أستأذنك أكمل حبي خلينا نطلع فاصل ولما نرجع نكمل القصة الشيقة دي أعزائي المشاهدين في الفاصل حنكون بنسمع ترنيمة هي بتكلم عن موضوح حلقتنا أوقات كتيرة إحنا مش بنبقى عارفين ما قد يكون في غدي لست أعلم ما قد يكون في غدي خليك تفكر في كلمات الترنيمة اللي جاية اسمحها بروح الصلاة وأنا واثق أن الله حيكون بيكلمنا وبيعزينا أعزائي المشاهدين خليكم معانا دقائق ونرجع لكم لست أعلم ما قد يكون في غدي لا أعلم لا أعلم لا لاست أعلم كم سيطول العمر بي لكنني يا ضامني أعلم أنك معي وأنك بي تعبتني مهما يكون في غدي عدد ثلاثة لست أمكر أني مرارا خلتك لست أمكر لا أمكر لا أمكر لا لاست أمكر ضعفي وخوفي دونك لا أمكر لا أمكر قولوا معايا انت اهدوا عن ناسيرك تحيط بيمينك تعيدني بربك تعيد لي سلامك انت اهدوا عن مسيرك تحيط بيمينك تعيدني بربك تعيد لي سلامك سلامك فائل عقول فينا ومشونك مزيد يلا أقولوا معايا يا شعب رب سلامك أعزائي مشاهدين ورجعنا لكم مرة تاني بنرحب بضيف الحلقة الدكتور محب أهلا بيك معنا في شاشة الأرمية موضوعنا الحقيقة يعني شيق جدا في هذه الحلقة بنتكلم عن امتحنات الإيمان ولماذا ينتحن الله المؤمنين ودي أسئلة بتدور في أزهان معظم الناس انه طيب يعني مثلا بالأولى الله لما يجي ينتحن أو يجرب حد يجرب واحد مثلا قاطئ يعني واحد بيسلك بعيدا عنه لكن أولاده الناس المؤمنين اللي بيخدموه المتعلقين به لماذا يسمح الله بهذه أو بيجيز إذا جازت تعبير المؤمنين في امتحنات قد تكون صعب لكن الرسول بوترس قال نفس الكلام اللي بتقوله حضرتك لمؤمنين متألمين وكانوا حلوين بس يقول لهم إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة لكي تكون هادي السبب لبيجيز المؤمنين الحلوين في تجارب وامتحنات صعبة وبيشوف دموعهم بيشوف انهم مكسورين بيشوف انهم منصحقين بيشوف وهو بيحبوهم لماذا لكي تكون تزكية ايمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع انه يمتحم بالنار توجد للمتح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح فهو قصده صالح مش قصده انه يحطم مؤمنين حلوين ودعاء بسطاء بيخدموه بيحبوه ده هو قاصد كل الخير والبركة ليهم وعشان كده بس الالام والامتحنات والتجارب اللي بيبعثها الرب اللي هؤلاء القصد المباشر فيها انه يطلع منهم افضل عينات على الارض ودولا فعلا اللي تقل عنهم في عبراني 11 وهم لم يكن العالم مستحقا لهم بس اكتازوا 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 اتعبوا اتقلموا اتكسروا بكوا وفي الاخر غاليين جدا فعلينا الرب وبيطلعوا بيلمعوا من هذه التجارب اعزائي مشاهدين بنحب نفكركم انه لو عندك اي مدخلة او اي سؤال رقم التليفون موجود على الشاشة فيك انك تتصل بينا واحنا بنرحب بكل مدخلاتكم واسئلتكم سواء في الموضوع او اي سؤال عند حضرتكم اخ محب كنت قبل الفاصل تديد تحكينا قصة عن شخصية في الكتاب ياريت لو حضر يتكمل فحوة هذه القصة اللي هي قبل الفاصل انا بنتكلم عن علي مالك رجل نعمي اللي ذهب ليتغرر في بلاد مؤاب هربا من الجوع كمان وبكل اسف انه مات في ارض الشبع ممتش من الجوع فليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله اخذ تجربة والتجربة كانت قليمة ونتيجها انعكست على الاسرة بالكامل وكان هو السبب فيها لكن لما بيكون الشخص عايش في المشيئة الالهية وماشي في المساري الصحيح بيبقى بركة وبيعد الامتحانات بضمير هادي ومستريح جدا مش نتيجة اخطاقه مش بيحصد نتائج اخطاقه لكن هو فاهم كويس جدا ان الرب بيمتحن ايمانه وان الحصيلة في الاخر هتبقى اعظم البركات يعني هنوصل الامتحان ابراهيم ونشوف ازاي الرب بعد ما ابراهيم نجح في الامتحان الاخير قال له وبذاتي اقسمت يقول الرب اني هبركك هاعزم اسمك هديلك نسل كنجوم السماء وكرمل البحر هعمل وهعمل وهعمل لانك سمعت لقولي طب نرجع تاني لموضوعنا مع ابراهيم يطر ايه الامتحان اللي بعد كده اللي مر بيه وتكلمنا تقول لنا تمام هو لما نزل الى ارض مصر طبعا فقد اشياء كتير وخسر اشياء كتير ما كانش يخطر على باله اتلغبط جدا لما نزل الى مصر وضطر انه يجذب في ارض مصر عشان يحمي نفسه وقال عن سرة هي اختي وراحت منه سرة ولا بنا مسبح ولا مصب خيمة ولا دعا باسم الرب ولا كان سبب بركة زي ما قاله تكون بركة في كل مكان تروح فيه تكون بركة بالاسف هو لما نزل الارض مصر كان سبب يعني مشاكل ومتاعب حتى لبيت فرعون لما فرعون اخذ منه صارت ضرب الرب فرعون وكل بيته ضربات فقيلة ما كانش في الوضع الصحيح وطبعا كان معلوت وطلع من مصر بهاجر الجارية المصرية اللي كانت سبب متاعب كتيرة في الرحلة بعد كده لكن على اي حال الرب تدخل في نعمته ورد نفسه ابرامه وعلمه الدرس بين الاشواك اتحفر فيه لا يمكن ارجع تاني البلاد دي ولا يمكن ابص عليها ولا بريق العالم يغريني او يخدعني او يجذبني مرة تاني ابدا انا هرجع الى بيت ايل بالضبط اذكر من اين سقط اين بدأ الانحراف والانفراج اذكر من اين سقطت وتب رجع الى المكان اللي كانت فيه خيمته في البداية الى مكان المسبح وهناك دعا مرة اخرى باسم الرب لكن الشيطان ما بيسكتش وفي نفس الوقت الامتحانات ما ببطلش اخ محب احنا عارفين دايما انه زي ما بنقولي اللي يفهم الدرس بيأثر على نفسه المشوار يعني ليه احنا مش بنفهم الدروس بسرعة بصفة عامة ليه مش بناخد يعني العبر وبنستفيد وبنتعلم ونعرف انه لا ده كان مش مفروض يحصل وانا اتعلمت يعني مش ده بيطول علينا المدة يقين وإلا يعني احنا فعلا بس ده حقيقة مرتبطة بالانسان وبدرجة العلاقة والشركة بينه وبين الرب فلو هو شخص حساس ولماح يفهم من بعيد الايد الالهية الضغطات الالهية التأدبات الالهية يعني مميز لصوت الله حساس لصوت الرب يفهم الاشارة يفهم خط سير المعاملات وبيرجع بسرعة لو هو شخص حساس بس احنا مش كلنا كتب فينا ناس العالم ضاغط عليهم جامد قوي ومتأثر بثقافة العالم الثقافة العالمية وبالتالي بيتصرف زي الناس ومش حاسس انه سماوي مش حاسس انه مختلف مش حاسس انه لازم يعيش مختلف في هذا العالم لا هو عايش زيه زي البقين يفكر زيهم يقرر زيهم يختار زيهم مفيش فرق بينه وبين البقين النعمة يعني خليني ادخل في طيب استاذا حضرتك بس معنا تليفون معنا اكرام مع الفضل يا اكرام عزيزي الرب يباركك يا اخ محب واخ جورج اهلا بك يا اخ اكرام اتفضل فعندي مشاركة مع مع الرب يدخلنا بتجارب لكن يحطينا معها كل تجربة خروج ومنفذ وقت الاختار الرب فتاة صغيرة طاهرة بتولة حتى نيتي منها الرب يسوع المسيح عن طريقها حتى تتنفذ هذا النبو لازم كان يضع القديسة مريم في موقف محرج للغاية طبعا موقف محرج امام قاربها وجيرانها واصدقائها لكن الرب مترك ابدا ارسله الرب ملاكة وقال الى يوسف خطيبها ليتكلم معه بكل صراحة وقال له يا يوسف نداود لا تأخذ لا تأخذ ان تأخذ مريم امرأتك اللي الذي حصل به هو من الروح القدس متى واحد اشهر وارتاحت مريم من جهة قاربها لكن ماذا عن الاخرين ماذا عن الجيران ماذا عن المعارف ماذا عن الاضقاء فالرب رتب قبل ذلك بستة اشهر ان تحب الامرة متقدمة بالايامة بطفل في شهقتها وطبعا كان هذا فالشي مخالف للطبيعة ايضا حتى ان اصابات نفسها خلت من نفسها وقت الحملة فاخفت نفسها لمكت خمسة اشهر وبعدين قامت مريم العظراء في الحال وذهبت الى اصابات ومكست ادهت لسهر اشهر فهلسنا رأى الناس عجبا 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 رأوا عظراء حبلة ورأوا عجوز وهي حبلة ايضا وما قذلوا الناس ان يتهموا العظراء بشيء لانا رأوا اصابات معجزة ومواصلة فما عظم عناية ربنا يسوع المسيح اولاده مو بس هذا يضعنا في كفه ويخبئنا في مظلته وعلى الايدي يحملنا ليش حتى ما نصدم بحاجة رجلنا وهو يقصي مع التجربة المنفذ وللرب كل المجدامين امين شكرا يا اخ اكرم شكورك جدا ربنا يبركك اخ محب حد كنت تتكلم عن التجربة البعدها انه بعد ما رجع واستعادت تزانه الروحي واقام شهادة وبنى مسبح ومصب الخيمة كل شيء مشي حلو معاه حصلت مخاصمة بين رعاة مواشي ابرام ورعاة مواشي لوت لانه لوت كان معاه هما الاثنين كانت لهم املاك كثيرة بس بكل اسف يقول لنا كتاب لم تحتملهم الارض ان يسكن معاني اذ كانت املاكهما كثيرة وده شيء محزن الكتاب يعلمنا عكس كده وذا ما احسن وما اجمل ان يسكن الاخوة معاني ان انا لاقي مؤمنين يبقى ليه شركة معاهم ارتاح معاهم دي بركة لكن بسبب الاملاك بسبب اشراك الغنى بالاسف الشديد حصلت منازعات لما كانوا بسطة وعلى قدهم ما كانش فيه مشاكل لما زاد الغنى حصلت المشاكل وده درس للكل وده موجود حاليا وده موجود كتير قوي فيه اخوات بيجره للمحاكم وربما اكتر من كده وعلى حاجات كلام فاضي وما يكلموش بعض وما يكلموش بعض والدنيا ما تستهلش الدنيا ما تستهلش احنا غربة واحنا مفروض ان انا نعيش زي ابراهيم السماوي على اي حال ابراهيم كان شخص سماوي لوت كان شخص عالمي وبيحب العالم والاشياء التي في العالم ميكلب فيها جامد قوي تفرق معه قوي يزعل ويفرح بالماديات لا ابراهيم ميفرحش بالماديات قد ما بيفرح بالرب نفسه مش بيبص على العطايا لكن بيبص على المعطي نفسه ابراهيم كان شخص رائع وسماوي لشكده حس انه طبعا تخيل لما قدام الناس الغرب الكنعانيين اللي في الارض تحصل عارفين انه دول بتوع ربنا يعني ابراهيم قلوه دولة هم الناس اللي بيصلوا والبنين مسبح واللي بيعبدوا ربنا البقين مش كده البقين وسانيين لما تحصل مشاكل ما بين اخوة والصوت يعلم والامور تتطور ويبقى فيه نزاع ومشجرة ومخاصمة ما بين اتنين مؤمنين حلوين بيصلوا ويتكلموا عن الله الشيطان هيشمد فيهم وهيحطم الشهادة بسبب المشاكل اللي ما بينهم وبين بعض ابراهيم فطن لهذا الخطر وقالك ده أنا أموت والشهادة تنجح أنا حريص محما خسرت بس أنا عايش هنا عشان أكون شهادة مش عشان أكسب ربها يعرف يا عوضني يا حبيبي لا تكن مخصمة بيني وبينك مش بينك وبيني يعني خلينا المحقوق خلينا اللوحش خليك أنت عم على راسي من فوق طبعا ده عمه وده ابن أخوه حتى فرق السن فرق المعاملات فرق الاختبارات الله دعو ابراهيم بدعاش لوت أساسا بس تفضل من إبراهيم وعاطفة أبوه من إبراهيم ناحية لوت أنه خده معاه وملوش أي حاجة ولا أي حق لكن إبراهيم ساب كل حاجة خد الحلوة وسبلي الوحشة وانا راضي ولا هتفرق معايا القليل هيكفي في الرحلة القصيرة أنا لسته إلا غريبا هنا أهم حاجة حبيبي أن شهادتنا تبقى نجحة قوية ومؤثرة في الآخر نجح في هذا الامتعام تحام المخاصمة بينه وبين لوت طيب أخو محب حضرتك ذكرت حاجة أنا يعني عايزة استوقف عندها كده دقيقة حضرتك قلت أنه فطن إلى أنه الشهادة يعني لا تفسد الشهادة إزاي إحنا نكون بنوصل يعني كيف للمؤمن أن يكون عنده الحساسية أنه يفطن بسرعة إلى أن الموقف اللي هو فيه ده قد يؤثر على شهاده يعني إزاي يكون عنده أن يستشعر أنه لا لا ده فيه اللي بيحصل ده حقي يعني دي دي متهالي مرحلة مهمة جدا ونقطة يعني يريد توضحانا أنه إزاي إزاي نعرف أن هنا لا لا بعد كده ما ينفعش أن أنا أمشي في هذا الطريق أولا إبراهيم كان لسه طالع من تجربة أليمة اختبر فيها الفشل وإني ما كانش لي شهادة في أرض مصر فراجع بتوجه أني أنا رب عايز أعيش بقية عمري أكون شهادة نجحة ليك تماما وأعرف إيه أصدك في حياتي وأنا واثق أني ليك أصدف حياتي ليه ضامن أنه يكمل أن تراسم ليه سكة وخطة صالحة مش هتفشل أنا عايش هنا مش بس عشان أشتغل واجيب فلوس لكن عندي هدف آخر أسمى الناس كلها بتشتغل واجيب فلوس الناس كلها عايش الحياة الطبيعية وده مش غلط لكن مش ده الهدف اللي أنا عايش ليه مش أكل واشرب وغدا أموت لكن أنا عايش هنا عشان أمجدك ده الفنبين واحد يعرف الله واحد ما يعرفوش فأنا هنا بأعكس صورتك قدام الناس يشوفوا في صورتك في كلامي في تصرفاتي في معاملاتي ولما أتكلم يبقى كلامي ليه مصدقية لأنه شايفين الحياة اللي أنا أعيشها لكن لما يشوفوا في تصرفات عالمية واجيب أتكلم وأوعز أنا بفقد المصدقية وبفقد التأثير فإبراهيم كان شخص حساس ولماح وفي هذا تميز عن كثيرين جدا عشان كده أنا بعتبره نموذج رائع مثالي إننا كلنا نتعلم منه هذا الشخص اختباراته إزاي كان فاطن إزاي كان لماح إزاي كان بيميز الأمور المتخالفة بسرعة مش بعد فترات أكتشف لا هو عنده بعض نظر روحي وبعض النظر روحي ده ييجي من الشركة مع الله اليومية السير مع الله ما تنساش إن إبراهيم ده اتقال عنه ثلاث مرات في الكتاب إنه خليل الله فبيمشي مع الرب ويحكي مع الرب نمشي معا نحكي معا كأفضل الرفاق من خلال هذه الأحاديث وربك بيظهر له كتير قوي فهم الله وإدر يستنتج ما هو مرضي عند الرب وإدر يلمح الخطر الي بيهدد الشهادة عارف أساليب الشيطان احنا ممكن نتعلمها بس أتمنى أنه ده يكون بدري بدري طب أخ محب يعرف يعني كنت عايزة أسهل حضرتك السؤال حاجة بتحيرني إنه أبطال الإيمان زي إبراهيم يعني أثبت إيمان وأثبت إنه يعني الكتاب يشهد عنه في كذا مكان وفي أبرانين على إنه أحد أبطال الإيمان في الكتاب إحنا في الوقت الحالي عندنا نور أكتر من اللي كان موجود عند إبراهيم بالضبط يعني أيام إبراهيم ما كانش عنده الإنجيل كله ما كانش عنده ستة وستين سفر نظبط كان عنده حاجة بسيطة جدا طب إحنا قدام الستة وستين أي عزر إحنا نقدر نتمسك به يعني بأي وجه حق نقدر نقول لله معلش إحنا عندنا ما فهمناش الرسالة إحنا نحط وشنا في الطراب إننا فعلا لا نأخذي لبوه إحنا مش بس عندنا إعلان كامل في ستة وستين سفر اللي بين إدينا إحنا معانا أكنوم من روح الكرس ساكن ما كانش مع إبراهيم إبراهيم ما كانش عنده ولا سفر ولا آية مكتوبة كان عنده إعلان مباشر من الله وفي ضوء خافت جدا إدر يعيش مستوى من الحياة العملية عالي جدا أعلى مننا بكتير بكتير فعلا فأتمنى إن إحنا يلا عندنا البركات السماوية والدعوة السماوية والإعلان الكامل وأكنوم الروح القدس صنف الحياة الإلهية السماوي الحياة الأبدية إحنا متميزين بس لما نفهم الإمتيازات اللي عندنا كويس ونعيشها ونطبقها في حياتنا كويس أخي محبة جلنا سؤال من أحد المشاهدات بتقول إلى أي مدى يطول مدة الامتحان يعني الامتحان بياخد قد إيه يعني أحد المشاهدات تسأل ما حبيتش تكون على الهواء يعني في الحقيقة ملهاش أي قاعدة أقدر أحطها لكن حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي نشيئتي وعلى قدر تجاوبي أنا أنا ممكن أأثر وممكن أطول يعني إذا كنت بطيء التعلم الامتحان هيتطول إذا كنت عنيد ومش راضي أسلم وأخضع الامتحان هيتطول لو أنا لماح وفطن وبفهم بالسرعة وبتجاوى بالسرعة وفهمت اللي الرب عايز يقوله لي قد فهمت الدرسة درسا للزمان خلاص اتحفرت جوايا اتطبعت جوايا انتهت ينقل على طول على اللي بعده بس عايز أقول للأخت دي برضو إنه مش ده آخر الامتحانات إحنا طول ما إحنا على الأرض إذا طلعت من الامتحان ده مش معناها إنه الحمد لله خلصت كل الامتحانات لكن حلو إنه أخلص من مرحلة وحلو برضي إن الرب هي يعني هيعلمني دروس أكتر دي مش حاجة وحشة أنا مش عايزة أخوف المشاهدين إن الامتحانات دي كوارث بتحل عشان فيها يعني شوية ضغوط أو ألم أو حيرة إطلاقا إنها بركة ولا شك ونتيجها بركة عظيمة جدا لما بننجح في إنه يشين المكافآت يعني مدح السيد تشجعات السيد اتطعوضات البركات اللي بيفتح كلها السماوات ويديها للمؤمن اللي عدى في الامتحان ونجح هي مش حاجة وحشة نهر محبة نهر محبة متدفق ونهر بركة متدفق لكل امتحان إحنا عدينا فيه يقينا أنا بطلع لدرجة أعلى بكتير وبكبر في عينين الرب أكتر وبتمتع ببركات أخر هو كمان يمكن الحلو من سؤال الأخت المشاهدة إنها أيقنت إنه هذا الامتحان من الرب يعني برضو ده في بداية الإدراك بالزبط إنك أنت عارف لا ده امتحان من الرب بالزبط بالزبط مش تجربة زي أي تجالب أخرى يعني طيب أخي محب ننتقل إلى التجربة أو الامتحان التالي لإبراهيم كيف كان وإيه اللي تقدر تقول لنا عنه بكل بساطة لوت لما إبراهيم قال له حبيبي علشان ما يحصلش مخصمة ما بيننا الأرض أسعى قدامك اختار برحبك إيه اللي تعجبك واسب لي اللي فاضل وأنا راضي فاختار لوت لنفسه كل دائرة الأردن وراح وسكن فيه سدوم ونقل العيلة إلى سدوم وعاش في سدوم سدوم كان أهل سدوم أشرار وخطاط لدى الرب جدا إبراهيم طبعا ولا شك كان حزين أن لوت بعد العشرة دي يوم ما تختار تختار سدوم ويعني الشر اللي فيها حبيبي هتعيش إزاي وسط دول حبيبي أكيد هتتعب حبيبي هتخسر حبيبي أسرتك هتضيع وسط الجو ده لو هتفكر أن أنت يعني هتقدر تكون شاهد أو تقف ضد الطيار بهذا الشكل أنت ليه عملت في نفسك كده وبالفعل اللي حسب إبراهيم لإيه طلوت حصلت معركة وتسابه وأسرته وكل للي وكل أملاكه وتحطمت أماله اللي رايح بأمال عريضة أنه هينجح في سدوم ومهام المشاريع كله راح وحياته تهددت بالخطر وقع في السابي والأسر وسمع أبرام العبراني مش شمت فيه لكن لا رق لي تعاطف معاه وقرر أنه هو ده ما نمش طول الليل لكن بالليل جمع كل ما عندهش جيش ولا يعرف حروب حسة المعركة الشهيرة أنه أربع ملوك حربوا خمس ملوك والأربع انتصروا على الخمسة وتسابه لوط في المعركة وراح أبرام وخطر بحياته يبرج جلته وبكل اللي ليه علشان يخلص لوط من الأسر والرب ده له نصرة ورب ده له شجاعة ومعونة بحيث أنه ضرب الملوك الأربعة كسرهم وحرر السباية وأنقذ لوط ورجعهم وهو راجع استقبله واحد اسمه ملكي صادق كاهن الله العلي وبارك إبراهيم باركة كبيرة وقال له مبارك أبرام من الرب الإله العلي مالك السماء والأرض الذي أسلم أعداءك في يدك أخي محبة أنا معلش أعطعك أبنى هذه النقطة نكمل بعض الفاصل عن ملكي صادق وأعزائي المشاهدين خليكم معنا فاصل قصير ونعود لكم ملكي صادق ترجمة نانسي قنقر أعزائي المشاهدين مرة تاني بنرجع لتكملة موضوع هذه الحلقة وهذه الأمسية مع خادم الرب الدكتور محبة نصيف أهلا بيك معنا مرة تاني وأعزائي المشاهدين بنفكركم برقم التليفون لو في عندكم سؤال أو أي مدخلة إحنا بكل سرور بنرحب بمداخلاتكم وأسئلتكم وربنا يبرككم أخ محبة كنت أحدك بتكلمنا قبل الفاصل عن شخصية ملكي صادق كده لو بسرعة كده قبل من منتقل إلى امتحانات إبراهيم التانية ملكي صادق كان كاهن الله العلي وكان في نفس الوقت بملك سليم يعني ملك أوروشالي ملك وكاهن وهو رمز المسيح نفهم كده من رسالة العبرانين أصح سبع ملكي صادق استقبل إبراهيم وباركه وعلمه درس إن الله هو مالك السماء والأرض إبراهيم لقط الفكرة دي وبعدها مباشرة استقبله ملك سادوم ملك سادوم عرفنا إن سادوم برضي زي مصر كده رمز للعالم الشرير اللي بيسود عليه الشيطان فملك سادوم صورة للشيطان اللي بيجرب المؤمن وممكن يغري ويخدعه فملك سادوم استقبل إبراهيم وقال له قطر خيرك إنت حربت علشان إنت استرجعت النفوس والأملاك قطر ألف خيرك إيه رأيك بقى إحنا نقسم الشغلة دي أعطيني النفوس واخذ الأملاك واحد غير إبراهيم كان ممكن ينبهر أملاك سادوم كلها أنا هاخدها دي تفرق معايا دي تنقلني نقلة دي حاجة محترمة جدا أوكي أنا هاخد الأملاك وإنت عم يخد النفوس على النفوس ما تلزمنيش بس إبراهيم ما عملش كده أبدا وعايز أقول لكل مشاهد خلي بالك نعم إشتان ممكن يخدعك بالفلوس وياخد منك النفوس وقد يكون النفوس دول هم زوجتك هم أولادك أو أتفكر إنك أنت عشان نجحت في البزنس بتاعك وعملت أقفز والإمكانيات المادية بتكبر معاك والولاد ضيعين وأنت مش حاسس إن فيه خسارة أنت بتحسن مخك فيهم نهائي أنت عم تعمل فلوس أنت بتحقق ذاتك ونجاحاتك والنفوس عما تضيع منك ده هدف الشيطان وده أمر خطير للغاية أتمنى من كل أب وكل أم أعظم استثمار مش إنك تعمل بزنس وتنجح فيه أعظم استثمار إنك تربح أولادك للمسيح وتربح النفوس اللي حواليك للمسيح أنت مؤمن وستعطي حساب عن هذه الوكالة رب اتمنك على أشياء وأشخاص هل على وكالتي أمين فرافع يده وقال لملك سدوم رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض لسه سمعها بص التلميذ المتعلم يسمع الدرس يعرف يستخدمه ويعرف يطبقه حالا مالك هو أول مرة بيسمع إن الله العلي مالك السماء والأرض أول مرة أول مرة وللتو بس ليه إنه بيرد بيها بيعرف يستعملها إميديت لي مع مالك سدوم أنا حبيبي رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض إن الله أخذ منك لا خيطا ولا ولا من كل ما لك لألا تقول أنا أغنيت أبرام حلو إنه كان شخص قنوع ومكتفي يا رب كفاية علي أنت أنت اللي تغنيني مش العالم اللي يغنيني ولا الشيطان اللي يغنيني نجح في هذا الامتحان أخي محب جالنا سؤال السائل بيسأل أو السائد المشاهد يسأل بيقول هل يجب على المؤمن أن يمتحن طيب إذا في شخص مش بيمتحن هل ده معناه إن هذا الشخص مش مؤمن لا طبعا ده السؤال اللي جالنا يعني هو سؤال وجيه وحلو بالطبع إنه مش مش بالضرورة كني أنا مش حاسس إن الله بيمتحني معناها إن أنا مش مؤمن أو إنه هو مش باصص عليه لا يعني خلينا أقول هناك معاملات كثيرة وقد أكون إن أنا بأكتسف امتحنة وأنا مش داريها يعني الله بيعمل شغل وأنا بتصرف بتلقائية بس أتاري إنه ده كان امتحن وأنا عديت فيه فأحيانا أقف واستوعب وأحيانا أعايش بتلقائية بتصرف ويكون الله بيحط قدامي حاجات ويشوفنا أنا بتصرف فيها إزاي وأنا من غير محاس أنا بكون اكتسف امتحن وعديت فيه لكن ليس بالضرورة إنه يعني أربط إيماني بامتحنة بامتحنات طبقا لتفكيري أنا الله بتعامل مع أولاده بالكامل والله بيعلمهم دروس كل يوم ويرتقي بطريقته بس مش كل واحد زي حضرتك ذكرت آية من شوية اللي هي بتقول إذا كان يجب أن تحزنون يسيرا طيب هل مش من ضمن الآية دي أو نفهم من الآية دي إنه فيه كلمة يجب يجب يعني معناها فيه امتحنات يعني مش اختياري مش لا الامتحنات كلها إجبارية وإلزامية وإلزامية وحنمر بيها بس بتختلف الله ما بيمتحنش اللي في أولابتدائي بقى سئلة بتاعة ماجستير بالتمام فده يعني بالتمام كلنا لازم بنعدي في المتحن كلنا عصي تلاميذ من أول يوم أمننا وقبلنا المسيح إحنا تلاميذ والتلميذ ده شغلته إنه يتعلم يدرس ويذاكر ويمتحن وينجح ويعدي مرحلة ورا مرحلة عشان يبقى ناجح عشان يبقى ناجح وعشان يكبر وإيه لا هيفضل في سنة أولى مدى الحياة ودي خيبة ودي حاجة مش فكر الرب إننا نكون كده إطلاقا يعني طيب أخي محب عشان الوقت بيسرقنا خلينا نكون بنعدي على الامتحان التالي لإبراهيم ونشوف ربنا بيكلمنا بإيه في هذا الامتحان هو إبراهيم لما نجح في امتحان القناعة ورفض عطايا ملك سدوم والترفع والإباء وبيدوس بعز على كل المغريات وينظر باحتقار مقدس لكل ما يقدمه العالم من بريق وإغراءات وماديات بعدين على طول الرب ظهر له في تكوين خمستاشر وقال له لا تخاف يا أبرام وبالمناسبة دي أول مرة تيجي فيها كلمة لا تخاف في كتاب المقدس وأكيد أن أبرام اتعرض لنوع من الحرب الشيطانية أنه الملوك دول اللي أنت كسرتهم وهزمتهم هيرجعوا لك تاني ويضربوك ومش هتعدي بسلام فكان خايف الرب شجعه وقال له لا تخاف يا أبرام أنا ترسل لك أنا ترسل أنا اللي أحميك ولا تخاف لكن الأمر التاني اوعى تندم يا أبرام أنك رفضت عطايا ملك سدون فأنا اللي هغنيك أنا أجرك الكثير جدا ويا لها من بركة ولا شك اوعى حد يندم أنه رفض عرض من الشيطان أو من العالم اوعى يندم لكن سبت عينه على الرب ورب هيعرف يعوضه ويكافئه بطريقته بس الكلمة حرجت مواجع جوا إبراهيم فإبراهيم إلى هذا الوقت كان عقيم ما عندوش أولاد ونفسه في ابن وده حساس طبيعي ولما يكلمه عن المراس وعن الأرض يا رب طب أنا عايز الابن الوارث إيه الفايدة أنت عملت غنيني فعلا وأنا ما عديش الابن الوارث ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيم وارث بيته والعزر الدمشق اللي هو كبير العبيد بتوعه صامنا عليه نفسه وقال أبرام إنك لم تعطيني ناس يعني هقولها لك يا رب بكم طريقة بكم لغة أنا مشكلتي مش إنك تغنيني قلت الخيرك أنا أنت غنيتني فعلا بس أنا عايز الابن الوارث ريء نشف والسنين بتجري رب خده بر الخيمة وكان ليل وقال له ارفع عنيك نحو السماء وبص عد نجوم السماء إن استطعت أن تعودها وقال هكذا يكون نسلك تخيل واحد كبير في السن وعمل يكبر في السن ومراته بتكبر في السن ما عندهوش ما قلو نحن بيجوزين من أمتى ده السنين عملة تجري 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 سنين الأمل بيتضاءل أنا عايز واحد ويبقى قطر ألف خيرك كده بل ليه تريقي بواحد عارف الرب يقول له هتديلك نسلك نجوب السماء في الكثير إن استطعت أن تعود هكذا يكون نسلك طب أنا يا رب بضمحل جسديا ومراتي كذلك عايزه إزاي يعني منين لكن إيمان ده كان امتحان تصدق إن أنا أقدر أعمل كده ولا ما تصدقش آمان إبراهيم ده كان امتحان إيمان الله يقدر يعمل الله يقدر يحيي الموت من الموت هو وصار كانوا جثمانيا مع السن الكبير هما الاتنين في حكم الموت ويقول لنا الكتاب في روميا أربعة لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا إذ كان ابن نحو مئة سنة ولا مماتية مستوضع صار لكن تقوى بالإيمان معطيا مجدل آمن بالله الذي يحيي الموت ويدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة على خلاف الرجاء آمنة على رأيك أنت تقول أنت تعمل آمنة بالرب فحسبه له برا نجح في هذا الانتحان أمين أخ محب اللي يكون عنده إله عظيم مثل هذا الإله يعني إحنا كبشر بنضعف ونبص على أمورنا وأحوالنا ويميننا وشمالنا وحتى في بلاد المهجر يعني كده ورغم أنه ناس كتيرة يعني الله أخضق عليها لكن بتشعر أنه كل اللي عندها ده جي نتيجة الحكمة البشرية اللي عندهم والزكاء الخارق وكيفية استخدام الأموال أو يعني إزاي نحنا ندرك إزاي حضرتك تنصح السادة المشاهدين في كلمات قبل ما ننتقل إلى تجربة أو الانتحان التاني عن أنه يعني الأيام أليلة أوي هنا على الأرض فإزاي نحيا بأمانة طائعين صوت الإنجلي أمين الكلام ده في غاية الأهمية فعلا وأتمنى أن كل مشاهد يتعلم الدرس أنه الرب هو مصدر العطاية النجاح عطية من عند الرب لما الرب بيبركني زمنيا الرب هو مصدر كل شيء في سفر التسنية الرب حذر شعبه من كده قال له بص حبيبي وأنت ماشي في البري أنت ما كانش في إيدك ولا حاجة أنت لا بتزرع ولا بتحصد المرنة بينزلك من السماء أنت ما عندكش أي مصدر إعاشة لمدة 40 سنة أنا اللي بعقولك من السماء أنا اللي بطلع لك مياه من صخرة السوان أنت ماشي في الصحراء تسنية 8 تسنية 8 بس يجي في الآخر وقال له أنت دلوقتي قربت تدخل الأرض كنعا احترز من أن تنسى الرب إلهك واحترز من أنك إذا دخلت الأرض وبنيت بيوتا جيدة وسكنت وكثرت لك الفضة والذهب والبقر والغنم وكثرت كل ما لك أنك يرتفع قلبك وتنسى الرب إلهك وتقول يدي اصطنعت لي هذه الثروة احترز من أنك تنسى الحاجات دي لنفسك لكن أذكر أن الرب اللي بيديك القدرة الاصطناع الثروة أيها حبيبي أنت اشتغلت ورب يحب المكتهل محدش يقول لك لأ لكن اوعى تنسى الرب إلهك أنه مصدر الصحة وأنه مصدر النجاح وأنه مصدر الثروة وأنه مصدر كل عطية صالحة نزلة من فوق تاخد من إيده وتنحني وتقول يا رب أشكرك الكل منك والفضل ليك وده اللي عمله يعقوب في يوم من الأيام لما قال له يا رب أنا مش ناسي رحلتي وإحسانك لي صغير أنا عن جميع الطفكة وجميع الأمان التي صنعت إلى عبدك فإني بعصايا عبر هذا الأردو الآن قد صرته جيشا أمين أخي محب احنا تقريبا عندنا حوالي عشر دقائق على نهاية الحلقة لو نقدر نروح على الامتحان التالي اللي امتحانات إبراهيم وزي ما الله بركنا في تقريبا ساعة ونص اللي فاتت تقول لنا إيه عن الامتحان القادم هو الامتحان السادس اللي هو اللي جاي احنا شفنا امتحان الدعوة وده كان امتحان للعواطف الطبيعية والربط الطبيعي إنه هيسيب الأرض والعشيرة والأهل ويرحل وامتحان كمان للإيمان إنه أنا رايح على فين أنا ما فيش نور واضح خرج وهو لا يعلم إلى أين يذهب الامتحان الثاني كان امتحان الجوع الامتحان الثالث كان امتحان المخاصمة طبعا القصة دي علشان برضي المشاهد اللي يمكن مش خابر بالكتاب قوي قصة إبراهيم من تكوين 12 الامتحانين الأولانيين تكوين 13 امتحان المخاصمة مع لوت تكوين 14 امتحان الترفع على عطايا ملك سدوم لما قاله رفعت يدي إلى الرب الإله العلي لا أخذ منك الله خيط الله شراك أنا الرب هو اللي يغنيني مش أنت اللي تغنيني ده تكوين 14 الامتحان الخامس امتحان الإيمان في تكوين 15 لما قاله عد النجوم هكذا يكونوا نسلك فآمن بالرب فحسبه له برن أمن بالله اللي يحيي الموت ويدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة إله المستحيلات عرف أنه لا يستحيل على الرب شاء يطلع من اتنين في حكم الموت مثل نجوم السماء في الكثرة ده كان امتحان إيمان الامتحان السادس بقى بكل أسف فشل في هذا البطل وكان امتحان الأنات والصبر والانتظار حانا كتير قوي ننجح في الإيمان يعني أثق أنك هتعمل يا رب وأنا متأكد أنك هتعمل يا رب بس الإيمان يحتاج إلى شيء آخر جنبي اسمه الأنات حبرانين ستة يقول لنا بالإيمان والأنات الصبر الصبر الاتنين مع بعض بننال بيهم المواعي هو نجح في امتحان الإيمان بس فشل في امتحان الأنات والانتظار الديني قال له حاضر هتديك ما أنا اللي قلت لك هتديك بس تصبر ما نصبرت كتير وده بقى يا مناسبة فشل وتحاول تساعد ربنا وربنا مش محتاج مساعدة مننا أي محاولة لاختصار الطريق أو اختصار التدريبات بطريقة جسدية هتجيب نتائج عكسية وهتعطل الدنيا كلها وتعقد الدنيا كلها وعايز يحل مشكلته هو فعلا هو إنسان هو نفسه يكون قبل بس ربنا مطول الباك هتدي لك ابن بس مش أي ابن يا حبيب ما الناس كلها بتخلف بس أنا يعني لما بتقنى ببقى قاصد قدي واحد محترم جدا مفيش زيه في كل الولاد زي قصة يحانا المعمدان وزكريا وغالي الصفر يا حبيب اللي هتقول ده مش أي ابن ما الناس بتخلف بس اللي جاي ده أعظم المولودين من النساء يصبر عليه شوية وبيمتحن صبره وانتظار هتفضل ماسك في متعلق دي بتنتظرني ولا هتلف من وراي وتعمل حاجة مش هي اللي أنا عايزها بالأسف لف من ورا إنه هو حاسس إنه مدام أنت أصدق خير وهتديني طب إي رأيك أنت من ناحيتك وأنا من ناحيتي أنت تشتغل وأنا شتغل وأنا شتغل معك إيدي بإيدك بس أنت إيدك هتعمل إيه في المشكلة دي ده رب عشان يدي ابن ده حاجة يعني فأنا عايزها الرب مش عايزها أي تدخل جاسدي هو جاله الإقتراح بالأسف الشديد من صر هي صرع عرفها وفهمها كويس قوي وهي مش قادرة تحل المشكلة دي فقالت له إيه أنا مش هزعل لو أنت أخذت هاجر وهاجر كانت معا وطلع بيها من مصد من ضمن النتائج المر اللي طلع بيها من مصد فقالت له خلاص أدي هاجر خدها ويمكن ربنا يديك منها نسل هو هلل بالاختراح وفرح بالفكرة عايز أحل المشكلة عايز أرتاح بقى خلاص وكان ممكن ربنا يعلمه درس في الأدب إنه إذا كانت سرع اللي معناها أميرة الست الأميرة المحترمة دي كانت عاقر هتفاكر إنه هاجر يعني أنا معرفش أفقه هو مين اللي قفر رحم صر أنا أنت هتاخد من ورايا مش هيمطع طب هقفلك رحم هاجر ولا فيه لا من دي ولا من دي وإذا كان عندك بصر أعمل بس ربنا عملش معك أعمل حاجة أكتر ساب هاجر تحمل وطبعا أول ما حبلت صغورة تصرف عناها وابتدت إنه هتوصلها بازدراء أنا مين وانت مين أنا اللي هجيب له لابن الوارث أنا مرات الراجل ده دينة برجيل البيت خرب بسبب تصرف جسد إزاي جد وراح جابس معي وربنا لقل مبروك برافو عليك اللي عملته ولا قاله إيه اللي هببته ده إيه الخيبة اللي أنت عملتها دي لقل له حلو ولقل له وحش عارف كم سنة 13 سنة صمت الرب كان كل شوية ظهر له وكل شوية يعني يتكلم معاه حلو أو وحش بس ظهر لي وكلم بس في علاقة في علاقة لكن عارف 13 سنة ولا مرة ظهر له ولا مرة أتكلم معاه ولا قاله حلو ولا قاله وحش والصمت ده مخيف يعني أنا لو غلط مش هزعل لو الرب جه وقال لي أنت غلطت في الحاجة الفلنية عشان راجع النفس بسرعة لو عملت حاجة كويسة وشجعني وابتسم في قشي هفرح لكن لو سكت خالص معنا فيه مصيبة جبيرة جدا فيه كارثة حصلت وأنا مش فهمها بس هو مش راضي يقول لي وهو الآن مش في إيده لغاية بعد 13 سنة الرب ظهر له وقال له مش هو ده الابن الوارث كان سنه وصل 99 سنة لما خلف إسماعيل كان 86 سنة في الحقيقة أنه كان فشل زريع وفيه كارثة حصلت ومجاب إسماعيل مع يعني تقديرنا الشديد بس يعني كلنا عارفين هذا التاريخ اللي بحثه بالجسد أنا مش هتكلم يعني من ناحية إنسانية بقدر ما إنه غلطي اربعة يورينا يعني النسلين دول إسماعيل وإسحاء واحد بيمثل الجسد والنموس والتاني بيمثل النعمة والبركة فلما تصرب بجسد جلب المتاعب على نفسه على البيت يعني فشل سبب مرار الفشل ده بالذات اخترن بمرار طويل الأمد اللي بيتم عارضة أخي محب يعني نقطة الفشل في الانتحان السادس زي ما حضرك وضحت إنه الأنات ما كانتش موجود الصبر ما كانش موجود ودي مشكلة بنعاني منها كلنا حاليا يعني يعني الصبر ما فيش صبر يعني كل حاجة بالذات في المجتمع بتاعنا كل حاجة عايزها بسرعة بزرار ودراي ثرو وتعدي وتاخد الحاجة وتمشي فاس فود كل حاجة سريع سريع فأنت عايز في ناس بتبقى علاقتها مع الله اللي هي أنا بصليلك عايز الإجابة حالا يعني مت هيألي مش كده برضا بالذات يعني بالذات أنا بقول لك يا رب أديك شايف المشكلة إذا ما سمعتنيش يبقى ما فيش الله وهتصرف وهتصرف إذا أنت تصرفت خير ما تصرفتش أنا لازم أتصرف بس أنا أتصرف بس أنا أعز الإجابة بسرعة بالذب وده سبب المتاعب والمشاكل الكتيرة أن فعلا إحنا في عالم الوقت فيه ثميم والقدرة على الانتظار قليلة جدا في ترنيمة حالة وبتقول علمني أنتظرك يا رب عرفني رؤيتك للدرب في آيات كتيرة جدا بتكلم عن انتظار الرب مزمور سبعة وعشرين يختم بهذه الآية الجميلة انتظر الرب ليتشد وليتشدع قلبك وانتظر الرب مزمور تلاتة وتلاتين يقول أنفسنا انتظرت الرب معوناتنا وترسنا هو لأنه به تفرح قلوب هنا لأننا على اسمه القدوس اتكلنا لتكن يا رب رحمتك علينا حسب ما انتظرناك جيد أن ننتظر الرب مراثي تلاتة يقول جيد للرجل أن ينتظر الرب ويتوقع بسكوت خلاص الرب يعقوب اللي كان متعجل في كل حياته في آخر يوم في حياته يقول خلاصك انتظرت يا رب اتمنى اتمنى اننا نتعلم هذا الدرس فعلا فهو درس غالي جدا كثيرون فشلوا فيه داود فشل فيه وقال اني سهلك يوم ما بيدي شاول مع ان الرب اختاره ومسحه ويعينه ملك بس خلاص ما بديهاش بقى انا تعبت وطفشت من الطريقة دي فلا شيء خير لي من ان قفلت الى ارض الفلسطينيين فياي اسشاو حبيب الدنيا كلها تبارق ازاي هو رب نسي الوعي علينا انا انتظر يوسف نفسه صابت عليه نفسه وهو في السجن بعد احداشر سنة مفيش بارقة امل ورح مسك في الساقي وقال له اعمل معروف قديك طالع عند فرعون تصدع الي يا حسن وتذكرني قدام فرعون وتخرجني من هذا البيت يعني اذا ربنا مشو اخد باله اوي مني انا او نسيني الرب قد تركني وسيدي قد نسيني كتر اوي بيقولوا كده نتيجة انهم ما عندهمش صبر وانتظار لكن لازم نتعلم ان رب لي وقت نتعلم المواقية الالهية وجيد ان ننتظر الرب وانا توقع بسقوط خلاص الرب امين اخي محب للحديث بقية غدا ان شاء الله هنكون بنكمل انتحانات ابراهيم والشخصية العظيمة اللي حضرتك كلمتنا عنها في النهاية بنشكر حضرتك على وجودك معنا وربنا باركك ويستخدمك لمجد اسمه اعزائنا مشاهدين مشكركم جدا على وجودكم معنا في هذه صهرة الروحية بنصلي ان يكون اللي اسمعنا النهاردة سبب بركة لنا جميعا ودروس مستفادة بنتعلم منها من الكتاب ومن الشخصيات العظيمة اللي في الكتاب في النهاية بنشكركم على وجودكم معنا ولينا لقاء غدا مساء لتكملة شخصية ابراهيم إلى هذا الوقت نستودعكم في رعاية القدير والرب معكم آمين ترجمة نانسي قنقر في الصليب أعلنت محبة الله للإنسان هل تصالح مع الله على إليه هتجد الرحة فيه مش هتجد الرحة في أي حاجة تاني ترجمة نانسي قنقر